السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النعناع أسهل نبات يمكنك زراعته في البيت تابع الفيديو حتى النهاية وأعدك أنك لن تجد مستقبلاً أي إشكال في زراعة النعناع في المنزل حيث سنتطرق في هذا الفيديو لطرق الزراعة والأخطاء التي يتكبوا الكثيرون وتؤدي لفشل زراعة النعناع فإذا كنت تجاهد قناتنا لأول مرة ندعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس مباشرة نمر للطريق نأخذ عواد النعناع ونزيل منها كل الأوراق نترك فقط ورقة أو إثنتين في الأعلى بالنسبة لموعد زراعة النعناع فأفضل موعد للزراعة هو فصل الربيع لكن إذا كنت في منطقة معتدلة فسينجح على طول السنة وأدعوكم أصدقائي وأطلب منكم أن لا تتهاونوا وزرعوا هذا النبات العطري المنعش في مطابخكم وسطوحكم وحتى نوافد البيت فهو يعطي طاقة إيجابية بشكله ورائحته الجميلة هذه هي السيقان التي اخترنا نتركها جانبا ونتحدث عن طريقة ثانية للزراعة وهي عن طريق الجذور والتي تشاهدون في الصورة بنفس الطريقة نتخلص من كل الأوراق ونضع الجذور في التربة وهي طريقة ناجحة وسريعة وسأريكم في نهاية الفيديو النتيجة نعود الآن لأعواد النعنى نعيد تربة خفيفة ونغرس الأعواد مائلة بخصوص التربة لا بد من استعمال تربة خفيفة وجيدة الصرح إذا لم يتوفر عندك تربة صناعية كالبيتموس أو غيرها استعمل أي بيئة زراعية أخرى كما يمكنك أيضا عمل خليط صالح للزرع مثلا يمكنك خلط طين مع رمل مع نشارة الخشب هذا مجرد مثال والحلول جد كثيرة المهم أن نحصل على تربة خفيفة نصيحة أخرى بخصوص الوعاء الذي نزرع فيه يفضل اختيار وعاء كبير نسبيا لأن جذور النعناع تتعمق عموديا وأفقيا كما تلاحظون أصدقائي كنت سابقا أضع أعواد النعناع في الماء حتى تتجدر ثم أزرعها لكن لاحظت أن هذه الطريقة صحيح أنها ناجحة لكن النعناع لا يستمر معي فترة طويلة لذلك يفضل زراعة الأعواد مباشرة في التربة بعد وضع أعواد النعناع في الوعاء نروي جيدا بالماء ونختار مكان تصله شمس لمدة طويلة لأن النعناع يحتاج للشمس وبعد الزراعة بشهر نضيف سماد عضوي وتشاهدون الآن نعناع زرعته مباشرة في الأرض من الجذور كما ذكرت سابقا بالنسبة للري هناك من ينصح بإعطاء النعناع كميات كبيرة من الماء وهذا خطأ شائع النعناع كباقي النباتات يحب الري المنتظم والمعتدل نصيحة أخرى للحفاظ على نمو جيد للنعناع عندما تريد القطف قص من الأسفل باستعمال مقص مع ترك تقريبا 5 سنتيمترات وكلما قطبت من النعناع سينمو ويطول أكثر فسبحان الله يزرع النعناع أيضا بالبذور بداية الربيع ويمكن أيضا زراعته على طول السنة لكن تتأخر البذور كثيرا في الإنبات عكس فصل الربيع متتبعي قناة بذرة أنصحكم بزراعة النباتات العطرية في بيوتكم وهي جد سهلة وكما تشاهدون فأنا أزرع الكثير منها وطبعا هدفنا هو تحفيزكم على الزراعة وهذا هو هدفنا السامي أخيرا أصدقائي إذا زرعت النعناع سواء في الوعاء أو في الأرض فيجب تجديد زراعته كل سنة لأنه بعد مرور سنة يضعف نموه ورائحته لذلك من الأفضل تجديد الزراعة كل سنة إذن أصدقائي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو إذا أعجبكم أرجو مشاركته مع أصدقائكم وأتمنى أن تكونوا راضين عما نقدمه لكم على قناتكم بذرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقائي